أفدى مصدر أمني بتعرض مراكز انتخابية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لهجوم بقنابل صوتية مشيرا إلى إصابة عنصر أمني بالهجوم وقال المصدر أن عددا من الأشخاص يستقلون درجات نارية قاموا برمي قنابل صوتية في ساعات الفجر الأولى من صباحي اليوم على عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الصدر وأضاف المصدر أن إحدى القنابل الصوتية أدت إلى إصابة عنصر أمني مكلف بحماية أحد المراكز الانتخابية مبينا أن القوات الأمنية قامت بانتشار مكثف وفتحت تحقيقا بالحادث بحثا عن الجنات ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بصنوفها المنتشرة في الشوارع الرئيسة والفرعية لمدينة الصدر تتحسب من تكرار الحادثة في ليلة الانتخاب العامة